السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل الشعرية نعملكم إياها بطرقتين تنتين أسكى من بعض كتير كتير طيبين في هالجو اللي إحنا فيه وبالبرد كتير كتير زاكية وسهلة وما بتكلف إشي وبناكل إشي زاكي وبدفينا إن شاء الله رح تعجبكم كتير لأول مرة مشوف قناتي ياريت يدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس خلينا نبلش بالطريقة زي ما حكيت لكم طريقة سهلة وبسيطة وما بدها إشي بدنا بس كيس شعرية بنعمله نص بنص كل نص بنعمله بنكهة شكل وبطريقة شكل خلينا نبلش أول إشي جبت الطنجرة وحطيت فيها نتفت زيت حبيتي إنك كمان تعزز الطعام اعمليها بزبدة إذا موجود عندك اعمليها بزبدة بتعطي الطعام كتير زاكي حطيت تقريبا نقدد معلقتين من الزيت زيت القلي وبدي قدرني أقلب في الشعرية لحد ما تعطيني لون البني في هاي الطريقة لازم تكون الشعرية كتير كتير مستوية لونها عطينا على اللون البني بنظلنا نحرك لحد ما تعطينا هذا اللون اللي احنا بدنا بس بنظلنا نقلب عشان ما تنحرك معنا والشعرية تكون كلها لون واحد بعد ما قلبناها وصار اللون اللي احنا بدنا لا تستمتناها ثم لا تستمتنا جير كبين من الميت خدت معي 3 أقواب ثم نخدم معلقة كبيرة جدا وضع كوب من السكر طبعا السكر برجع لك حطيت كوب وحركتهم مع بعض نعمل الطريقة الثانية حطيت نصف الكيس الثاني لونها على شقار لونها على شقار حطيت كستين من الحليب وحركتهم منيح نصف كوب من السكر وحركتهم على نار لحد ما يستويو وانت شفت ميتها طبعا بطبيعة صغيرة مع الوجه تزيين وزي ما بديك انت مكسرات حطيت كثير زاكي عليها بس انا حطيت نتفت قرفة وجوز هند واستكفيت بهذا التزيين وعلى ثانية نفس الاشي حطينا قرفة وجوز هند حطيت صحن في نص بنص كمان للي بحب انه ياكل من الجلين وهيك خلصنا فيديو سهل وبسيط وسريع ان شاء الله بتقوم بتجربيها وبتحكيلي في التعليقات شو طلعت معاك